يقول الأخ السائل إنني أعمل عملا شاقا ويعتمد عملي على الذهن وهو 12 ساعة والصيام في النفل يؤثر علي هل أنا مقصر لكوني لا أصم الاثنين والخميس مثلا لا ولكن اجتهت في أي باب من أبواب الخير آخر أكثر من ذكر الله مثلا ابن مسعود يذكر أنه كان مقلا من الصوم فقيل له في ذلك لماذا أنت لا تكثر من صيام النافلة قال بي ضعف ولي أوراد والصيام يشغلوني عنها يعني كان جسمه ضعيف وله أوراد أخرى من مراجعات كتاب الله وأوراد من الذكر والصلاة والصيام يضعفه عنها فإذا عجزت في باب من الأبواب فسائر الأبواب مفتوحة وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فما العمل يعني في مقاتلون في مسافر تجار في مرضى فاقرأوا ما تيسر منه ولكن هناك أمور يحافظ عليها وأقيموا الصلاة لا تفرطوا في الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة واجبروا الخلل أقرضوا الله قردا حسنا تصدق أنت تاجر صحيح أنت من تفع يا تاجر وقتك ضيق لا تستطيع أن تقرأ القرآن كثيرا لكن رزقك واسع معك فلوس طيب عوض بأن تقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يعني مثلا أنت رجل تاجر مشغول طول الليل وطول النهار وكل يوم في سفر صحيح أنت مشغول عن التعلم مشغول عن القرآن وتقرأ ما تيسر تقرأ مثلا صفحتين قرآن في اليوم لكن ممكن تعاوض هذا تاجر يعني معك فلوس ادفع مد جنيه لمحفظ قرآن في الشهر تأخذ أجر تعليم القرآن في الشهر يعني أبواب الخيري تتناوب أبواب الخيري تتناوب